بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم على جزء من البيم فريمورك للدكتور بلاد السكر هو عندنا اطار العمل سواس المحاور بيم ستيجس بيم لينسز بيم فيلدس فحنا النهاردة تركيزنا او هنتكلم على البيم فيلدس اللي دي واحدة من اكثر نمازج اهمية دي من اطار العمل الكلي هنغط هنا ونتكلم عن المواضيع والانشطة داخل البيم فيلدس وهنقش كل اصحاب المصلحة زي الموانسين زي الموزعين زي زي صاحب الشغل المعماريين الانشائيين كل الناس الاصحاب المصلحة في السنوف هنتكلم على علاقتهم ببعض وازاي بيتعاملوا مع بعض احنا عندنا ثلاث انواع من الحقول في تكنيكال فيلدس ده المجال التكنولوجي بيتدخل مع البروسيس فيلدس مجال عمليات والاثنين بيتدخلوا مع البروسي فيلد في عندي لعبين للسياسة لعبين التكنولوجيا لعبين البورسز بدول بتقطع مع بعض هنلاقي مثلا في تدخل بين لعب البوليسي على سبيل مثال شركة التأمين مثلا او صنع للسياسة حاجة حكومية لعب العمليات المهندس او المالك او المعماري وبرضو عندي وبرضو عندي اللاعب التكنولوجيا واحد مثلا شركة ضرمجيات مثلا على سبيل المسال اوتو ديسك او اي شركة تانية فهنبص كده نشوف اللاعبين دول بيتعاملوا مع بعض ازاي واحنا كده عندنا اللاعبين موجودين في البوليسي ولاعبين موجودين في البرسوسز ولاعبين موجودين في التكنولوجيا اللاعبين دول في حاجات هما بيدروا يدوهالنا يعني مثلا اللعبين في مجال التكنولوجي بيقدر يدينا سوفت وير انه يدر نشغل به زي الريفز زي اركيكات زي تيكلا كل واحد فيهم بيقدم حاجة في الاطار بتاع البيم في الفريمورك اطار العمل وبرضه هو عايز مننا لكوير منت في حاجات هو طالبها مننا عشان يقدر يشارك على سبيل المثال مثلا لو احنا كلمنا على البرتوسز فاحنا هنلاقي عندنا المهانسين والمعمريين والملاك وكل اللاعبين واللي بيقدموا مباني حققية بيبقى محتاج مليمو الطلبات زي التدريب زي ادار التغيير زي نمزجة المعلومات زي ادارة المعلومات كل الحاجات دي هو محتاجها عشان يبدأ يشارك معنا في العملية دل الوقت الثلاثة دول بتخطط مع بعض wholeing and processes و chciaهل حشان اللعبين والمتابعات المنطلبات و يا هاته الأدارة يقدموها هاته بيتداخلة مع بعض كل تداخل منهم مثلا Cariology بدلنا ح гдеدنا الممكوض لدينا過 determinة تداخل مثلا هنا ض Mc�اء بيقدم لنا حقيقة يعني مش عمل معماري حقيقي لا ده هو بيدينا حاجات تخص السياسة زي مثلا المعهد الاسترالي العمارة او المعهد الامريكي العمارة او اي نوع من الاتحادات لعمال الاحترافية هو بش مهم بنتبه ان هو يعمل حاجة لمبنى بس هو بيبدأ يتعاون بمجال العمليات مع مجال البوليسي بحيث ان هو يحط قواعد تسهل الشغل على المعماريين البعض دول بش مطلوب منه من هما يصدروا مباني او اي نوع من التسليمات المعتادة اللي المكاتب التانية بتعملها لا ده هو بيحط سياسات للمعماريين عشان يمشوا وراها يبقى فيه دلوقتي تدخل بين البروزيز والبوليسي وممكن نقول مثلا في المجال اللي احنا اقامنا على البوليسي ومجال التكنولوجي بيبقى فيه ناس بتصنع السياسات او فيه جامعات عندها القوة انها تطور حاجة مثلا زي البلدنج سمارت دي احدى المنظمات بتبقى فيها التداخل بين التكنولوجي والبوليسي يعني زي مثلا كل الحاجات دي بتبقى متداخلة بين القطاعين ممكن مجال العمليات البروزيز مع مجال التكنولوجي فيه نوع من انواع الممارسة وفيه ناس بتناقش الموضوع ده وتركز على التكنولوجيا محددة فهم بيشوطوا منه وهم يطلعوا مبنى بس هم بيشوفوا العلاقة زي يطبقوا التكنولوجي مع البروزيز يعني مثلا احنا في بيم ارابيا بش مهم بالنسبة لنحن نخرج مبنى بس المهم ان احنا يبتلت حاجات موجودة ونشرحها مع بعض البوليسي مع البروزيز مع التكنولوجي وبنبدأ نشوف ازاي نستخدم صفت وير معين بقواعد معينة احنا حطينها بوليسي او مثلا كود معين وهكذا يبقى احنا بنركز ازاي نطبق العمليات مع التكنولوجي او نطبق العمليات مع السياسات يبقى فيه تداخلات بين التلات اقسام طبعا المجالات ديات بيبقى فيه بينها من بعض دفع وجذب يعني ممكن مجال فيهم بسبب التفاعلات اللي فيه يبدأ يعمل دفع او جذب للمجال الاخر يعني مثلا التكنولوجيا مثلا فيه حاجة نزل جديدة فهدطرنا نحن نعدل شوية في البروزيز او فيه مثلا بوليسي نزل جديدة فهندطرنا نحن نغير صفت وير او نغير الهارد وير اللي موجود الجامعة مثلا بتعلم حاجة معينة فده بيأثر على سوء العمل فالتلات مجالات بينهم بين بعض دفع وجذب دايما بحيث ان كل واحدة في اي تعديل في واحدة فيهم بيأثر في الباقي وبرضو كل واحدة فيهم بيبقى جواها في حاجات صففيلد بحيث ان بيبقى فيه جوه المجال نفسه مثلا مجال البروزيز او التكنولوجيا او البروزي بيبقى فيه دفع وجذب بين الصففيلد او بين المجالات الفراعية يعني مثلا حتى في مجال مثلا البروزيز بتلاقي المالك بيطلب حاجات من المعماري والمعماري بيطلب حاجات من البيت الاقسام فدي فيه تغيرات كتيرة بتحصل بين الاقسام وطبعا كل التعديلات اللي هتحصل هتأثر على المجالات الاخرى يعني لو فيه حاجة في صففيلد تعدلت بيها هتأثر على صففيلد الاخرى وهتأثر على التكنولوجيا والبوليسي والبوليسي والبوليسيز يعني انه هو عامل زي تأثير الفراشة ان فيه لو فيه فراشة في الهند خفقت بجناح هيها وده ممكن يغير المناخ في امريكا الجنوبية حسب احدى النصريات ان شاء الله في فيديوهات في المستقبل نكمل مع بعض شرح البين فيلمورك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة